السلام ورحمة الله شوكم شباب. بهذا الفيديو راح استعرض لكم سكنات البطولة بتاع بوب جي بي جي اي. واعلمكم شون تصوطون بالبطولة. راح اكون فيديو تاني ان شاء الله عن الفرق اللي راح انا اصوط لها عشان يعني الفرق القوية اكيد عشان تكون نسبة الفوز يعني بالفريق تكون كبيرة جدا. ما تروح البطاقات عالفاضة. طبعا متل ما يكون شايفين بالاول انت تكون هون على اول ما تدخل اللعبة تروح على الاسبورت. بس بلاول لنسوي استعرض لسكنات الموجودة بالبطولة اللي تقدر تحصلها زر بحث بالبطاقات. هاي الطاقة. يعني كلها يعني سكنات حلوة بصراحة. هاي الكار. شوف يتغير لونة من حاسي الوردي لما ما بعرف ايش. هنقربها شوي. كم شايفين. في يعني الامفور كمان السكن رهيب جدا. يعني ما بعرف ايش بدي اخوكم بس كنات عن جد. اسطورة. في عنا القناع. انا ما مش حاب بالقناع كتير ما بعرف ازا هاد ما كم يحب الاقنعة. في عنا قصة الشعر. خلنا بلو نشير الطاقية. نرجع للاسبورت. تروح على متجر. قصة شعر. والله يا ماه. بيضة ابيض لون ابيض. شو يرون ما دي. ان السيارة كمان حلوة. منظرة جدا حلوة. السيارة بصراحة. عندك الخوذة. الخوذة كمان مش عاجبتني لانها نفس خوذة الموسم الثامن او التاسع على ما توقع. الشغل اللي اللي يميز هاله هالبطولة انهم حاطين سكن للدرع لفل طو. ولا باي نسخة بوب جي تقدر التاقي سكن درع يعني تحصله لفل طو ولا وان ولا تري. هذا بس للدرع لفل طو تبع بما انه اكثر الدروع الموفرة بالبوب جي هي الليفل طو. عندكم اتشنتة. ما اعرف ما ماشي حالة. عندكم هدا اللباس روعة. شايفين اسود مع ما ما اعرف ايش اللون التاني بنفس جي. البعض يفكروا لون بناتي. بس كمان يصير شبابي. نص بنص خلينا يلا عشان نكون عادلين. هذا اخر شيء البوت. طبعا حاليا هذا هو الموجود بالمتجر البطولة. اذا ربحت ببطاقات كيفية التصويت. بالاول يلزمك بطاقات شون تجيب البطاقات. تروع على المتجر عادي. اه عناصر. اه شايف كل اسلاح. اه تشوف فوق هاي البطاقة. بجي اس وما بعرف ايش اسمها. كل اسلاح تشتري. خلنا نشوف اسلاح البيرل. هذا كمان يعني من ضمن السكنات اللي نزلت معنا البطولة بنفس الوقت. بس لكن تقدر تشتريها من المتجر. هذا البيرل. لك شوف اذا اشتريته يعطوك بطاقتين. لكن في شغلة وحدة في قبعة. حقها مش غالي ابدا. هاي هاي القبعة متل ما شايفينها. اذا اشتريتها. حقها تقريبا ثلاثة دولار. اثنين دولار ونص هيك اشي تقريبا. اذا اشتريت هاي القبعة يعطوك بطاقتين يعني تقدر تصوت لفريقين. كيفية التصويت تروع على الاسبورت بعد ما تشتري طبعا البطاقات. فيك تشتري البطاقة بدك اياها. انا والله بفكرة اشتريك كل شي الحزمة كاملة هاي الحزمة كاملة. حقها خمسة وثلاثين دولار سبعة وثلاثين دولار مع الاسلحة طبعا ثلاث سكنات اسلحة مع سكن السيارة. الان بصراح افكر رح يعطوني واحد وعشرين بطاقة مع اللبسها الخوذة كل شي كل شي رح اخذ. كل شي. فالمهم كيفية التصويت تروع على الاسبورت طبعا استنى لا تصوت حاليا. ما انصحك ابدا اه الوقت تصويت لان ولسه في وقت كتير من ما كم شايفين. ١١ يوم انا ما اظن اي ١١ يوم. هاي هون الفرق التصويت ايه يظهر لك اذا اذا صار الوقت المناسب للتصويت رح يظهر لك الفرق وتقدر تختار. طبعا الفرق انا حاليا اه ما رح اتطرق لها اي فرق اي فريق رح تختار ولان انا عندي الصور من البطولة الماضية وبعرف اه من الفرق القوية كانت من الفرق الضعيفة هالشي دامن يتغير اكيد بس اه نحنا نحاول ان نروع على اقوى الفرق ونختارها. عنا كم قارة? ثمانية. ثمان قارات من كل قارات تقدر تختار. طبعا اللي انا بعرفه من البعض القارات فريق سونيك. هذا فاز بالبطولة الماضي من امريكا الشمالي. هذا انا مرة اخترت له اخر اخر بطولة انا اخترت له فزد طبعا. في عنا من فريق من قارة من قارة الصين عندك اه تيانبا اسبورتس وعندك ام من سيا عندك فريق الجي ديفني. وايش كمان? عندك من من قارة كوريا عندك اه الجين جي هذا كمان قوي الباقي والله ما بعرف لازم تشوفوا الصور عندي بس متماقل لكم انا حاليا ما راح اصوت راح استنى شوي اه بالتصويت حتى يشوف يعني النتائج يعني نتائج الفرق وهالشغلات هاي. وبعدين اقول لكم اي الفرق اللي راح تصوت عليها وفي عندكم برضو التصويت المجاني هدا اكيد ما راح يكون هادا هادا راح يكون بدون بطاقات بس يعني بس لكن النقاط اللي راح تحصلها من هذا التصويت المجاني راح تكفي عشان تشتري يمكن الدرع هاي ازا جبت خمسة واربعين الف او تقدر تجيب مسلا تشتري البسها او او البنطال ممكن البنطال او البوط يعني ما تحصل اكثر من خمسين الف بالنقاط المجاني يعني حقلك تشتري واحد وانا نصحت تاخد الدرع ازا لحالة المادية ما تسمح تشتري البطاقات متل ما قلت لكم اشتري الخوذة القبعة اثنين دولار ونص ثلاثة دولار تحصل بطاقتين كتير حلو والتصويت المجاني ازا في واحد من البطاقتين عندك تقريبا مئة وخمسين الف تقدر تشتري الامفور يمكن سكن رهيب او تشتري الكار او الدرع او الدرع مسلا والسيارة سكن السيارة طبعا ما هو انا عجبني كتير بصرح انا راح حاول اخذ الكل بس اخر ثلاث شغلات مما راح اطرق لها او اربع الشغلات يمكن هو البوط الخوذة الجنتة والماسك القناع ما بارف اسمه القناع هذول الشغلات راح اجعل لها اخر شيء الاول راح احاول احصل الشغلات المهمة عندي واحد وعشرين بطاقة يعني اكثر من كافي عشان يجوز حتى كمان اشتري الكل ويضل عندي باقي لسه كمان فادا والفيديو شباب اتمنى اذا اعجبك لايك اشتراك وشير وانتظروا الفيديو القادم ان شاء الله مع التصويت للفرق اختي انا بنفسي راح اصوت ورح اسجل الفيديو ان شاء الله هذا كان كل شيء السلام عليكم ورحمة الله